اشتركوا في القناة على مجابهة كافة التحديات انطلاقا من التوجيهات الحثيثة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الهدفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار معنا بهذه المناسبة عبر الهاتف سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام إذن سعادة الفريق نبارك لكم أولا الاحتفال بيوم الشرطة يوم شرطة البحرين والذي يأتي متزامنا مع الأعياد الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم أولا بارك الله فيكم وشكرا على ما تفضلتم به والحقيقة أنه من حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا بيوم الشرطة البحرينية بمناسبات وطنية غالية علينا جميعا وهي العيد الوطني المجيد وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله لمقاليد الحكم وأنه من دواعي سروري أني أتشرف بأن أرفع من خلال هذه المداخلة الهاتفية أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا جميعا إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى حفظه الله وإلى شعب مملكة البحرين العزيز سائلا المولى القدير أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والاستقرار كما لا يفوتني أن أرفع أطيب التهاني والتمنيات لسيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية حفظه الله وإلى جميع منسوبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين وتمنيا للجميع موفور الصحة والعافي ودوام التقدم والنجاح نعم سعادة الفريق الإنجاز يعتبر سيمة الأداء الأمني وشرطة البحرين ماضية طبعا في خدمة الوطن مستندة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة والشراكة المجتمعية إذن ما هي الركائز الأساسية في عمل شرطة البحرين لتعزيز الأمن والسلام العامة؟ شكرا كما ذكرتم يعني هي مسألة الشراكة المجتمعية هي حقيقة تمثل بالنسبة لنا في وزارة الداخلية هي القاعدة التي تنطلق منها سواء كانت المبادرات الأمنية أو العمل الأمني بشكل عام فهي الأساس وبناءها والمحافظة عليها هي شغل شاغل بالنسبة لنا بشكل يومي وهي الحقيقة يعني تأتي انطلاقا من استراتيجية استراتيجية تحليف والتطوير التي اعتمدها سيدي معالي وزارة الداخلية والتي في أساسها جعلت العنصر البشري هو محور هذه العملية التطوير والتحليف وتم في هذا الصدد الحقيقة تبني أفضل وأحدث الأساليب التربية والبرامج الأكاديمية والاهتمام بالتطوير المستمر لها وكذلك البحوث والدراسات وفق منهجية معاصرة تعتمد لأسلوب العلمي وتعمل على رصد احتياجات الاجتماعية والعمل على معالجتها بالشراكة مثل ما قلت مع المجتمع ومع المؤسسات الأخرى كذلك يعني التوسح في استخدام التقنيات الحديثة وتبني أحدث الوسائل التقنية وتطبيقات الذكية لدعم العمل الأمني وتطوير الخدمات الشراطية المقدمة في هذا الخصوص وتم أيضا وضع مبادئ للعمل تشكل تقريبا إطار وهي سرعة استجابة والفاعلية والإنسانية والشفافي والمحاسبة وكلها تكون مثل ما أسلفنا مبنية على قاعدة متينة فاعلة من الشراكة المجتمعية إذن سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك